بالمساخر دكتور أحمد أهلا وسهلا محضرتك هيا إحنا ما فكرنا في الفكرة دي أنا عن نفسي بتابع كتير من لعبة النادي الأهلي ولقيت يعني أنا كنت فرحان جدا أن أنا بشوف كتير منه والحقيقة متقلقين ويمكن يكونوا الأسماء الأبرز والأهم والأنجح والأكثر تأثيرا في فرقهم في الدوري السندي طبعا هي فكرة يعني فكرة محترمة جدا طبعا ودايما بقول إن الفرق ما بين النادي الأهلي وأي نادي في مصر هي الإدارة سر نجاح النادي الأهلي في إدارته بالكامل بقى بلجنة التخطيط بكله يعني الفرق في أن إنت إزاي يعني فعلا هو نادي أوروبي مش بنقول كلام كده وخلاص لكن هو فعلا دي حقيقة يعني ريال مدريد عامل نفس الفكرة ريال مدريد عنده تمانية معارين السنة دي يعني عنده دياس في الميلان عنده ريجالون في تنهام عنده تمان لعبين برضو شباب دي فكرة أن إنت إزاي كالجنة التخطيط أو إزاي كإدارة النادي الأهلي أن إنت تحط فرقة يبقى عندك فرقة أساسية وفرقة في نفس الوقت شباب طلعة في نفس الوقت بحيث أن أنا قدر أوفر مش توفير في الفلوس بس يعني أنا مثلا إيه المدافع مثلا صغائي زي محمد عبد المنعم زي محمود الجزار الاثنين أساسيين في منتخب الأولومبي الوقت يراحوا لمنتخب الأولومبي مع كابتن شوئي غريب غير أن أنا عندي مثلا ياسر إبراهيم وأيمن أشرف في المنتخب الأول فأنت لما تبص على كل مكان في النادي الأهلي هتلاقي لعب أساسي في المنتخب الأول ولعب أساسي في المنتخب الأولومبي فأنت إزاي بتبني إزاي بتخطط لو حسبناها مركز مركز أول حاجة حراسة المرمة محمد الشناوي مع المنتخب الأول مصطفى شبير في المنتخب الأولومبي نيجي للخط الدفاع ياسر إبراهيم أيمن أشرف مع المنتخب الأول منتخب الأولومبي فيه الجزار فيه بيكهم فيه محمد عبد المنعم نيجي للبكات في أيمن أشرف ومحمد هاني في المنتخب الأول. نظبوط. نيجي يمكن في المنتخب الأولمبي ما فيش يعني لباكي مين ولح عليا يعني باكش مال. ده برضو بدليل عشان عندك علي معلول محترف وعندك. نيجي بقى للارتكاز. عندك أكرم توفيق. عندك العربي بدل. عندك عمار حمدي. دول في المنتخب الأولمبي. طب المنتخب الأول مين? حمدي فاتح وعمر السلية. نظبوط. نيجي لمركز صناعة اللعب. عندك محمد مجدي أفشا في المنتخب الأول. عندك أحمد عبدالقادر المتقلق السنة دي مع اسموها. نعم. نحن لما بنقول معار هو على قوة النادي الأهلي. انت بتدي له دقايق زي أحمد عبدالقادر. وشطارة الإدارة كمان في ايه. ان واحد زي أحمد عبدالقادر ده كان مشى فترة من الفترات مع من حوالي سنتين ثلاثة. إدارة الأهلي رجعته السنة دي. فدي شطارة ان انت ازاي تشوف ان اللعب ده موهوب ورجعه وشوف المشكلة اللي كان بيعاني منها ايه. او ان هو كان مسلا حاسس بعدم التأدير في فترة من الفترات. فمشى ارجعه واكسبه. وبعدين اوديه أعارة. ما عمدرب برضو. خلي بالحق داك. مش لازم اللاعب الصغية لما يجي يختار. يختار الفرقة الصح اللي يروحها. الفرقة اللي تناسب امكانياته. اللي تظهر قدراته. والمدرب اللي يظهر معاه بشكل كويس. في لعيبة خرجت أعارة وما ظهرتش. ليه? عشان اخترت غلط. في لعيبة تانية ظهرت بشكل كويس جدا. عشان اخترت صح. زي مين? زي احمد عبدالقادر ده كان بالنسبة انه مفاجأة. بالنسبة لي على المستوى الشخصي اللي قدامنا على الشاشة ده. احمد عبدالقادر. اه. للي عايز يتابع. الولد ده مستقبل يا ما شاء الله ما شاء الله. آآ مستقبل كبير جدا. واحد لو حافظ على آآ مستوى وقدر يطور من نفسه تسعة وتسعين. في تكره رقم ده تسعة وتسعين في فرقة سموحة. اهم حاجة. ولد يتمتع بامكانيات اولا جسمه كويس. آآ سانيا سريع جدا. آآ قدرة. وسبحان الله اللعيب اللي بيتمتع بسرعة وعنده قدرة على المراوغة. دي دي عملة بقت ندرة شوية في 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 كورت القدر. احمد من اللعيبة دي. عنده السرعة. بص الجول ده. في اربع لعيبة معين. وحالس مرمى. لعيب جدا. لعيب. يقدر يتخلص منهم. بيمين. ويصلح كورته ويخلص بشماله جوا جود. احمد من اللعيبة العملة الندرة. يعني الموهبة الطبيعية اللي يتقدر انها. بس طبعا محتاج شغل. والشغل ده دكتور احمد كنت بتكلم. يعني احمد لو موجود النهاردة في فرقة الاهلي. ماعتقدش كان يخد الفرصة ولا المساحة. طبعا. اللي يطور بيها من مستوى ويقدم المستوى الرعا اللي بيقدم مستندي مع سموحة. هي فكرة الاعارة مش ان انت لعب قليل. لا. انت فكرة الاعارة ان انت ازاي تلاقي ماركة. ازاي تلاقي فرصة. ان انت تجاهز. يعني السنة اللي فاتت احنا عملنا ايه. نبص على الجن ده دكتور احمد كده. اه. العيب مهاري. لا. مستو في المهارة. عنصر المهارة عنده حلو جدا. اه لا. ولعب سريع جدا. والفينيش بتاقى كويس. يعني هو ثبت البكين الاثنين قدامه. اه. وبص بص خطف بيها الحتة اللي يحط فيها الكورة. بس الصراحة برضو يحسب لكابتن احمد سامي. اه. مدرب ابن سموحة. انه هو السنة اللي فاتت طور لنا ناصر ماهر. ناصر ماهر اتطور جدا. والسنة اللي فاتت في التجربة برضو مميزة جدا في الاعارة. انت رجعلك اكرم توفي. ناصر ماهر. ناصر ماهر. ومحمد شريف. واكرم توفي. وناصر ماهر. وصلاح محسن. وصلاح محسن. الاربعة دول السنة دي. احمد ياسر ريان بس احمد حرك في نصر. الاربعة دول انت رجعتهم. فانت في كل مركز حتى راس الحربة. انا ما ذكرتش برضو راس الحربة في محمد شريف. في المنتخب الاول. في احمد ياسر ريان. في صلاح محسن في المنتخب الولمبي. في طهر محمد طاهر. فبسم الله ما شاء الله انت عندك كل المراكز. ده ازاي تخطط. هاتبقى اي نادي تاني في مصر. اي نادي تاني. تشوف عنده. هل عنده الكلام ده مش هتلاقيه عنده ده. عشان ده سر نجاح النادي الاهلي. ان انت ازاي بتخطط. ازاي بتلاقيه في كل مركز في اللاعب الاساسي في المنتخب الاول. واللاعب اللي طالع. فكرة الاعارة موجودة في كل الدول العالم يعني. ان انت ازاي في كل انديت العالم. ازاي اللاعب لازم يختار النادي صحي. يعني احمد عبدالقادر لما راح سموحها معام درب شاطر زي كابتن احمد سامي. عارف ازاي يطوره. ازاي يقوط دور الدفاع. نفس اللي عمله السنة اللي فاتت في ناصر ماهر بيعمله السنة دي في احمد عبدالقادر. احمد عبدالقادر يمكن لو اتكلمنا على ارقامه. بس احمد ما كانش مع ناصر ماهر بتاقيه السنة. كابتن احمد سامي. كان معاه في نهاية الدور التاني. في نهاية الدور التاني. من اول ماتشي مسكو بالزبط مباراة الزمالك. اي. وناصر ماهر ساعتها عمل اثنين اتساستو في المباراة دي. واتطور بشكل كبير جدا. يعني ناصر ماهر في أرقامه في أول الموسم غير أرقامه مع أحمد سامي مع كابتان أحمد سامي شايف أنه كابتان أحمد سامي كان ليه بص مدهرة هو بصراحة مميز جدا في تطوير اللعبين كابتان أحمد سامي مميز جدا في تطوير اللعبين وبيع절 إزاي يطور اللعيبة ده برضو عين أن أنت تودي برضو نادي الجونة نادي الجونة لما بنوادي عنده اللعيبة أو بنطلع إعارات بصراحة بيلعبه بشكل مستمر بيتطوره معهم بدي الفني محترم جدا طبعاً كابتن رودشحات